اشتركوا في القناة ننتقل لأخبار اليوم نبدأ عدد اليوم بخصوص قضية يوسف عطال التي ما زالت تصنع الحدث فقد تكلمت عنها صحيفة ليكيب في عددها لنهار اليوم الخميس ليكيب قالت ما قلته قبل أيام وقلته أيضا في عدد أمس وهو أن إدارة نيس تصدق عطال وترى أنه مظلوم في كل ما يحدث حيث أبلغهم أنه شارك الفيديو بدون أن يعلم ما فيه وإلا ما كان وضعه وهو أمر سيكون في صالحه وفق إدارة نيس وقد يكون فارق هناك أيضا ردت فعل مدربه فرانشيسكو فاريولي هذا الأخير أدل بتصريحات تكلم فيها عن قضية عطال حيث وقف جزئيا أقول جزئيا إلى جانبه وقال أن عطال لاعب محبوب جدا في نيس والكل يحبه وهو لاعب مهم جدا لكنه لا يمكنه الخوض في أمر عقوبته لأن الأمور تتجاوز الجانب الرياضي منهيا أنه حتى هو يرفض العنف الدائر في الأراضي المحتلة وفي وقت لاحق من يوم أمس أصدر حاكم إقليم ألبي مارتيم والذي تقع مدينة نيس في محيطه أصدر بيانا أكد فيه أن لقاء نيس ضد مارسيليا يوم السبت يجب أن يقام بدون حضور الجماهير أو خاصة جماهير مارسيليا حاكم إقليم ألبي مارتيم لم يتردد في وضع قضية عطال ضمن الأسباب وقال أن الأمر يمكن أن يحدث بلبلة ما لم يقوله هذا الأخير أن جماهير مارسيليا متعلقة كثيرا بالجزائر وأنها ربما تظهر دعمها المطلق لعطال وفلسطين بقوة في اللقاء الذي حتى يمكن أن يقام ذلك قبل اللقاء أو بعده أو أثناءه ما قد يؤثر على السير الحسن وربما يصل الأمر حتى الاشتباكات مع الشرطة ولأجل كل هذا يرفض بشكل مطلق حضور جماهير مارسيليا على العموم القرار ليس نهائي وسيتم البت فيه سهرة اليوم أو ربما صباح غد ليوم آخر واصل لاعب المنتخب الوطني تقديم الدعم المعنوي على الأقل لأهلنا في غزة وفي فلسطين رشيد غزال وصل به الأمر لنشط الكثير من سطوريات التي تدين الاحتلال الصهيوني وهو أمر متاح له في تركيا ولذلك وجد راحته سفير تايدار بدوره نشر اليوم سطوري جديد لجرائم الاحتلال لكن كما تشاهدون أنستغرام قام بحجبه بحجة أن الصورة غير لائقة لكن كما تعلمون فيسبوك أنستغرام يوتيوب لا وحقهم كلهم يمنعون التعاطف مع فلسطين ويعتبرونه خرقا للقوانين الدولي السابق عزدين دوخة صخر حسابه في أنستغرام لنصرة القضية حيث نشر اليوم لا يقل عن عشر سطوريات تصب كلها في مصلحة نصرة القضية دوخة متواجد في الجزائر ويجد راحته أيضا صوفي في قولي قام بنشر حوارين على حسابه في أنستغرام الأول لصحفية فرنسية سردت جرائم الاحتلال والثاني لصحف المصري باسم يوسف والذي أخذ حواره صدى عالمي وبدون شك كلكم سمعتموه أو تابعتموه أو سمعتم به على الأقل مسك الختام بهذا السطوري الرائع لإسحاق بالفضيل وفيه الزعماء العرب يشاهدون فلسطين وهي تقتل مع حكمة العالم لا يهدمه من يقوم بالأشياء السيئة بل يهدمه من يسكت عن هذه الأشياء في إشارة للسكوت العربي والإسلامي المخزي الآن لأخبار لاعبين رغم أن الأمر كان واضح من البداية وأشرت إليه في مرتين في عددين سابقين في الأسبوع الحالي إلا أن الحساب الرسمي لنادي وولفر هامتن نشر هذه الصورة للاعب الخضر رايان إيت نوري ليؤكد بها بصورة نهائية ومطلقة جاهزيته وعودته للتدريبات بشكل كامل رايان كما هو معلوم مصاب أو أصيب على مستوى الرأس وغاب بسبب ذلك عن تربص الخضر رايان سيكون حاضرا بذلك في لقاء بورن موث والذي سيقام يوم السبت المقبل الجزائري سيكون أمام أربعة أسابيع قبل بداية تربص الخضر المقبل في نوفمبر تربص نوفمبر سيكون حاسم لأنه سيعني بداية تصفية كأس العالم وبما أن أيت نوري لعب مهم جدا جدا فإن بالماضي وبدون شك يرغب في تواجده وعليه الحفاظ على نفسه من هنا ولغاية بداية التربص كشفت بعض التقارير الفرنسية عن يوم الخميس أن الدول الجزائري ولاعب نيس هشان بوداوي يمكن أن يلعب الموسم المقبل في الدور الإنجليزي الأمر لا يستند لا لتقارير حصرية ولا لأخبار مستندة من وكال أعمال اللاعب ولا من محيط اللاعب لكنه فقط مجرد استنتاج وجب وضع الخبر رغم ذلك التقرير ذاته قال أن نادي شيفلد يونيتد يمكن أن يستفيد من خدامات بوداوي الذي يقدم مستوى جيد ويمكن أن يكون مفيد في البريمير ليغ وهذا فقط لأن هشام ظهر في صورة مع لاعب شيفلد يسر لعروسي صحيح نتمنى أن ينتقل لاعبنا من فرنسا إلى دور أكبر لكن خبر بوداوي يبقى مجرد استنتاج وفقط إلى نادي نيس وإلى إمكانية مشاركة في لقاء مارسيريا مدرب نيس فاريولي نشط اليوم ندوة صعوبية أكد فيها غياب لاعب وسط كريبونتيرام فاريولي قال أنه يملك حلين لتعويض كريبونتيرام أحدهما هشام بوداوي في انتظار ما إذا كان سيعتمد عليه ولو أن الكل كان يتوقع مكافأة اللاعب بعد مستوى في الجولة الماضية لكن يبدو أنه سيستمر كبديل لأجل غير مسمى نشط اليوم الخميس مدرب إنتراخت فرانكفورت دينو توف مولار ندوة صعوبية تكلم فيها عن عودة فريقه للنشاط بعد فترة التوقف الدولي والتحضير للقاء الجولة المقبلة ضد هوفنهايم مدرب إنتراخت قال أن شيبي عاد مرهقا نوعا ما من تربص منتخب بلاده ولم يشارك في حصة الفريق اليوم يوم أمس كما أنه شارك فقط لفترة جزئية بسيطة من حصة تدريبية لفريقه اليوم شيبي إذن سيملك حصة تدريبية واحدة فقط يوم غد الجمعة من أجل التواجد في الفورما التي تسمح له بالتواجد في لقاء هوفنهايم يوم السبت كأساسي ما يعني ربما غيبه عن اللقاء شيبي ورغم أنه أنهل التزاماته مع الجزائر صهرة الاثنين إلا أنه تأخر كثيرا في العودة لفريقه وبدون شك يكون قد عاد من أبوظبي للعاصمة الجزائر وقبل العودة لألمانيا وليس مثل سليماني الذي سافر مباشرة للبرازيل بالحديث عن سليماني فقد شارك الدول الجزائري أساسيا في لقاء كويابا الذي أقيم فجر اليوم في الدور البرازيلي إسلام ورغم ذيق الوقت ورغم صفره الطويل طيلة يوم الثلاثة إلا أنه لحق باللقاء وشارك أساسيا وحاول وقاتل من أجل مساعدة فريقه على النصر لكن الأمر لم يتحقق للأسف إسلام وفريقه خسروا بثلاثية كاملة من دون رد على أرضهم وهي نتيجة أعدت الفريق لنقطة الصفر بعد أن حقق فوزين متتاليين كما أن اللقاء كان سلبيا على طول الخط لإسلام الذي أصر على لعبه لأجل تحطيم رقمه بالتجهيل في ستلقاءات على التواليم لكنه لم يفعل وهو ما سيعني أنه سيبدأ من جديد ولو أن الفرصة لتحطيم الرقم تبقى صعبة نشر اليوم الخميس موقع سكود داتا الخاص بالإحصائيات إحصائية خاصة جدا رتب فيها أحسن الأظهر في العالم في الوقت الحالي الترتيب شامل كل شيء الدفاع الهجوم قطع الكرات بناء اللعب الضغب المساندة كل شيء يعني يمكن اعتباره الترتيب الأشمل ما يهمنا في الترتيب الذي نشروه الموقع السابق وجود اسم جزائري وهو لاعب بوريسيا دورتموند رامي بن سبعيني سكود داتا قال أن بن سبعيني يعتبر حاليا في المركز التاسع عشر بين أحسن الأظهر في العالم كله وهو ترتيب أكثر من رائع ويؤكد قيمة بن سبعيني رامي وبحسب نفس المصدر السابق يمكن اعتباره ظاهير متكامل صحيح أنه ليس الأحسن في مركزه في العالم لكن مجرد تواجده في هذه القائمة أعتبره مفاجأة كبيرة نسيت أن أشير إلى أنه حين نقول أظهر نقصد الظاهر الأيمن والأيصر معا قمت بالتفصيل في مركز اللاعبين العشرين الأحسن ووجدت أن بن سبعيني يحتل المركز الحادي عشر ضمن أحسن اللاعبين على الجهة اليسرى وهنا يتقدم أكثر وهنا تظهر قيمته أكثر وأكثر ببساطة لأنه ظاهر أيصر ويجب أن يرتب مع اللاعبين الذين سينفسونا الملاحظ أن القائمة لم تضم سوى إفريقي وجزائري وحيد وهو بن سبعيني ولم تضم مثلا أيت نوري الذي يلعب في المستوى العالي أيضا هذا الأمر لفت انتباهي لسؤال كلنا نعرف أن بالماضي قرر اشتراك بن سبعيني في المحور هل يمكن أن يكون الأمر مفيد أكثر من تركه في منصبه المعتاد مع العلم أن بالماضي حوله للمحور نظرا لعدم وجود حلول كثيرة في محور الدفاع رغم عودة رادي كرينيتش من الإصابة وجاهزيته التامة للقاء جيفانتيوس الذي سيقام يوم الأحد المقبل ورغم رغبة المدرب ستيفانو بيولي أصلا في القيام بذلك إلا أن الأمر لن يحدث بحسب الصحافة الإيطالية اليوم بيولي وبحسب بعض المصادر وبعد بعض الحصص التدريبية قرر ابقى عدلي أساسيا وسيقوم بتجهيزه على هذا الأساس اليوم وغدا بيولي وبحسب نفس المصادر رأى أن المستوى المميز الذي قدمه عدلي في اللقاءات الثلاثة الماضية يسمح له بأن يواصل أساسيا حيث لن يكون من العدل إزاحته رغم مستواه ومنح المكان الأساسي للاعب عائد حديثا من الإصابة تبرير يبدو منطقي جدا لكن بحسب رأيه مدرب ميلان متخوف من النقد اللاذع الذي قد يصله في حال غير عدلي خاصة في حال اقترن ذلك بخسارة ضد الغريم جيفانتيوس على العموم الأمر ليس نهائي ومدرب جيفانتيوس يحب كرينيتش كثيرا ولا يثق في عدلي ووضعه عدلي بديلا في لقاء جيفانتيوس يبقى أمر غير مستبعد ننتظر اليومين المقبلين ونرى كشف التقارير السعودية اليوم الخميس أن الدولي الجزائري رياض محرز يكون قد حط رحاله في جدة السعودية صباح اليوم محرز ورغم أنه أنهل تزامته منذ يوم الاثنين الماضي إلا أنه تأخر في العودة هي ليست المرة الأولى التي يقوم بها بذلك حيث تأخر أيضا في العودة في التربص الماضي شهر سبتمبر صحابة الأهل السعودي قالت أن محرز يكون قد شارك في الحصة التدريبية التي أقامها الفريق صهرة اليوم الخميس كما يمكنه أن يشارك في الحصة التي ستقام يوم غد الجمعة وهو ما سيتيع له التواجد في لقاء الوحدة في الدور المحلي والذي سيقام يوم السبت المقبل محرز لاعب مهم وبدون شك الطاقم التدريبي سيسعى لتجهيزه إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله ابقوا أوفياء للقناة السلام عليكم اشتركوا في القناة